صباح نور هنعرف ايه الاخبار النهاردة الموجودة في الجرائد وعنوانها وده هيكون مع فادي ان شاء الله صباح الخير مشاهدين مش عارف حول صباح الخير ولا البقية في حياتكم العزاء لكل أسر شهداء أحداث مبارح 24 أتيل وأكتر من 200 مصاب العزاء لكل الشعب المصري لأن كل الماتوا شهداء يمكن هم مش زنبهم زنب المشاكل اللي احنا فيها اللي ما بتتحلش مش عارفين ليه هنتكلم عن الموضوع أكتر زي ما قالت سارة في فقرة الصحافة مع أستاذ محمود باكري مدير تحليل جرية الأسبوع يا ربي عدي اليام دي على خير على مصر عشان بقاء الأوضاع على ما هو عليه صعب جدا وصعب جدا على كل المصريين هي فجأة تتفزع على مشاكل ما بتتحلش ومش عارفين ليه ما بتتحلش قانون دور العبادة مطروح قانون منع التمييز مطروح والمشاريع موجودة وبتطلعش من الأدراج نداء إلى المجلس العسكري أرجوكم نجدوا الشعب المصري عشان كفاية علينا كده المصريين في حالة فزع ربنا يصر على الأيام اللي جاية زي ما فادي بيقول خيان نبدأ كده بفقراتنا اللي هتكون بعد الصحافة هيكون معانا نيرا الشريف هي صحفية بالمصر اليوم هنتكلم معاها عن العالم السري للتنقيب عن الأثار نهار دا كمان هيكون معانا فقرة الحقيقة بس كثيرة جدا بيشتكوا ما فيش دواء الدواء ناقص فيه أزمة لسه صارك بأول بعد شفت الفقرة قلت لي أيها والله وانا ورده بسأل وبشوف مش عارف عندي دواء ايه ناقص فيه أزمة دواء موجودة أنا أستغربة أنها أدوية مصرية يعني أدوية بتصنع في مصر المتاريال بتاعتها بتصنع في مصر ومش لقيها خالص يعني إذا كانت المستورة دواء اللي بيبقى ناقص مظبوط دلوقتي المصري هو دا ناقص هنتكلم عن الموضوع دواء وفيه نفي لهذا الموضوع من الجهات الرسمية في معظم الوقت هنتكلم عنه بشكل موسع جدا من خلال فقرة خاصة جدا يا ريت تبعونه درغيرنا هيكون معانا فقرة خاصة جدا نكون مع شريف مع الكاتب الصحفي ومستشار السياسي لجريت الكرامة أستاذ أمين اسكندر هنتكلم معاها بالتفصيل عن ما حدث أمس وإزاي ممكن نحل المشاكل دي وإيه المطلوب في اللحظات دي لكن تعالوا نبتدي الصحافة بعد الفاصل